السلام عليكم الإخوان الأخوات بعد انطلاق عملية إرسال استدعاءات عبر بريد الإلكتروني هناك من يسأل عن اللوازم المطلوبة حيث يعني مكتوب فيها هدوك الوثائق باللغة الفرنسية يعني اللي معرفهم شي بالضبط أنا نحاول يعني نشرح هدوك اللوازم نترجمهم بالنسبة لهذه السنة فهناك اختلاف في الوثائق عكس السنوات الماضية أول حاجة الاستدعاء بمعنى هتخرج الاستدعاء من هذك السيت ثانيا بطاقة التعريف الوطنية وتعمل نسخة مسادقة عليها وتقاليز عليها يعني إيقاليزي بطاقة التعريف ونسخة يعني وحد النسخة هتصدق عليها ثم شهادة مدرسية أضف إلى ديبلوم ونسخة مسادقة عليها بمعنى إذا ادفعت في الباك هتأخذ الباك ديالك وتعمل واحد النسخة وتسادق عليها تقاليزيها يعني تقاليزيها في الجامعة ثم رخصة سياقة ونسخة مسادقة عليها بالنسبة للناس اللي عندهم رخصة سياقة هل يجيبوا الرخصة ديالهم ويعملوا نسخة ويصادقوا عليها أضيف إلى شهادة فنون الحرب ونسخة مسادقة عليها كذلك الناس اللي عندهم شهادة فنون الحرب يعني غادي ياخدوا هذيك الشهادة ويعملوا نسخة ويصادقوا عليها أضيف إلى صورة فوتوغرافية على شكل جواز الصفر بمعنى هنا الصورة يعني هاتمشيوا عند الفوتوغرافي هتقولوا له عمل الصورة على شكل جواز الصفر حيث هو عيكون عارف أضيف إلى بدلة رياضية إذن هذوم الخوت هم الوتائق اللي مطلوبين في هذه الاستدعاء بالنسبة للاختبارات كيين ثلاثة أولا الفحص الطبي بمعنى هر الاختبار لابد فحص الطبي قياس الطول يعني الناظر إضافة إلى فحص الجسم واشكين مثلا شي عملية واشكين شي كاصر إلى غير ذلك ثم الرياضة بمعنى الجري مسافة ألف متر أضيف إلى الشفاوي موهم الإخوان هذو هم اللوازم ما تنسوش الاشتراك في القناة فعلوا زر الجرس ليصلكم أي جديد ترجمة نانسي قنقر